موسيقى السلام عليكم كانت من الناس كونو باخر و لا خير و انتم تشاهدوا هذا الفيديو و مرحبا بكم في قناتي اليوم سوف نشارك معكم تحليات جوهرة بسم الله على بركة الله اول حاجة اخليت البطاطا اللي سلقتها و حيث القشرة و طحنتها مع كز الحليب السخون و القليل من الربيع شوية الملحة و هنا كيفما تشاهدوا نضيف زلافة الدقيق الابيض و جوج معالق الزيت النباتي معالقة كبيرة الخميرة نضيف ملعقة صغيرة نضيف ملعقة كفتة و نضيف ملعقة كفتة و نحرك المكونات ممكن تعود الكفتة بالطون أو بأي حاجة عندكم توفرة هنا من بعد نضيف العجين و نضيف سطح العمل نضيف الدقيق الابيض و نبسطها ملعقة و نضيف ملعقة وضعت كمية في المجمد وضعت كمية في المجمد ونقدمهم لولداتي بصحة ورحة وضعت كمية في المجمد ونضغط ونشكل تشكيل يجب تشكيل أصفر بيضة ونضغط من جميع المجمد وقبل أن اضع كمية في المجمد ونضغط المجمد سوف نقوم بتحليل جوهرة نقوم بتحليل جوهرة سوف نقوم بتحليل جوهرة سوف نقوم بتحليل جوهرة سوف نقوم بتحليل جوهرة وضيف لها الكريمة سوف نقوم بتحليل جوهرة سوف نرى الفرن سوف نحضر من الأسفل سوف نحضر الكاثرون سوف نضع فيها ساشي شوكولا و نصف لتر حليب مع تحريك جيد و نضيف السكار لحسب الأضواق و هذه الكريمة اللي كانت شطلت من تحليه اضفتها لكووس و اضفت بسكوية بسكوية و قطعته لكريمة اضفت بسكوية و اضفت بسكوية و اضفت بسكوية سوف نضع بسكوية و اضفته ملاحظة للقية فبرقية و نضيف ملعقة صغيرة و اضفت بسكوية و نضيفها و اضفت بسكوية و نضيفه كما اضفت فرق اضافت هذه لате أضفت ملعة و اضفت بسكوية و كيف أن اضفت بسكوية و قمت بتحليه و اضفت مباشرة نحل معكم واحد وحيدة وغتشوفهم كيف يجب العجين بينا انها رطبة بزاف بزاف والحشوة جزوينة ركزوا لي على العجين ركزوا ركزوا بزيان عليك العجين تجي واحد العجين اللي رائع جدا يعني سهل باش كي تقطع والديدة نتمنى تعجبكم وتجربوها دبع غدي نرجع للتحلية من بعد مفاضلية كيف مات لكم الفلون سنفرغوا على هذا الياغورت مع البيسكويت وملعقة دي القهوة سريعة الدوابان سنطرب الكل بالطراب اليدوي يعني بالطحانة ونفرغ هذا الشيء على هاد الكووس وهالتحلية ديالنا واجدة نتمنى تجربوها التحلية فعلا كجي الديدة التحلية اللي زوينة والديدة في هذا رمضان نتمنى انكم تجربوها لانه ستعجبو ليداتكم سوف يوف هاد الأثناء كنكون نوجد كل الشيش هوا ديالي والتحلية الجوهرة كتجي الى هاد الشكل هادا غدي ننخوي عليها العسل من الفوق وغدي نزينها بالقليل من اللوز مهرمش او الكوكو اللي عندكم متواجد ممكن تديروه هذا هو الفيديو ديال اليوم فطور متواضع جدا سهل من القليل كنخرج الكتير المرأة المغربية اللي كتعرف كيفاش تصير الأمور ديالها و تصير المنزل ديالها مش ضروري يكون عندنا ما نعرف ايش نزع ما باش نقدر نوجد واحد المائدة اللي زوينا احنا كنعرفوا باللي احنا نساء الحمد لله قادات ومن والو كنخرجوا حويجات اللي هم زوينين كنزوقوا طويب لديالنا ان شاء الله نشارك معاكم شربة الشوفان الرائعة السلام عليكم ومتنسوش لي الاشتراكات ديالكم اشتركوا في القناة رمضان